موسيقى 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 هتلعب في القاهرة الكلام ده ليس له أساس من الصحة الكلام ده كلام النوم في العسل كلام ده يحصل إمتى؟ يحصل أنه أي حالة تعادل حصلت في المباراة السابت اللي جاي تؤدي إلى وقت إضافي وضربات ترجيح يعني إيه؟ يعني لو نتيجة المباراة انتهت 0-0 انتهت 1-1 انتهت 2-2 نروح لوقت إضافي وضربات ترجيح ده أفهم أنه يكون سيناريو المباراة الوحيدة النهائي اللي بتلعب من جيم 1 من 90 دقيقة واحدة هل ده ينطبق على مباراة السابت اللي جاي؟ لا لا ينطبق فما ينفعش نروج لفكرة أنه في نهائي أو في جولة من النهائي لم تلعب وأن النهائي النهائي مباراة النهائية هتختزل أو تقتصر على مواجهة السابت القادم ليه؟ لأنه حساباتها التعادل الإيجابي بتصب في مصلحة الترجي أي أنكات النتيجة يعني 1-1 زي 2-2 زي 3-3 الترجي يفوز باللقم فهي مش مباراة أو مش نهائي من جولة واحدة هو نهائي من جولتين نجح الترجي في أنه يخرج على أرضه بنتيجة التعادل سلبي حسابياً ميجيل كاردوسو بيشتغلع أنه كسبان 1-0 هي 0-0 هي 0-0 بس هو ركب الطيارة وهو بيحضر إن شاء الله بحس الترجي هتوصل بكرة القاهرة بيحضر للجيم وهو بيدي آخر محضرة قبل نزول اللعيبة لملعب المباراة حيران على أنه جاي من تونس كسبان 1-0 وأنه في حاجة إلى هدف واحد فقط عشان تبقى النتيجة 2-0 وهنا الأهلي يحتاج لتسجيل هدفين يحاول بقى يلعب جيم دفاعي يحاول يلعب زون يحاول يرس الحداشر يعمل زي ما يعمل المهم يمنع الأهلي من تسجيل هدفين هو ده مختصر شديد جداً تفكير ميجيل كاردوسو ومعتقدش إن فيه سيناريو تاني ممكن يكون بيفكر فيه طيب حالتنا إيه طبعاً بعد غياب علي معلول واحدة من أهم الأوراق المهمة جداً في مباراة السبت القاتل طب منكم طبعاً مرة تانية على إنه علي معلول أجرى العملية الجراحية بنجاح والنهاردة حتى مجلس اللي دارت النادي الأهلي كان فيه زيارة لاتمقنان على علي وبالتأكيد على إنه الأهلي وقف في ظهره وهيوفر له كل ما يتعلق بإن شاء الله بإذن الله أنه يقوم من العملية دي سليم معافة ويرجع إن شاء الله بإذن الله أفضل من أول أخبار الأهلي ملف الإصابات بداية التحضير النهاردة كل ده معنا في حلقة النهاردة من السادسة بعد الفصل ومش بس على فكرة على مستوى نظافة الشباك يعني ما تيجي تبص على الأرقام القياسية على مستوى قارة إفريقيا سواء في عدد مرات تحقي الفوز أو عدم تلقي خسارة على مستوى الأهداف اللي سجلت أو على مستوى الأرقام والبطولات هتجد أنه دايماً اسم نادي التراجي حاضر اسم لي قيمة اسم يأكد أنه واحد من كبار أفريقيا حتى وإن تعثر لفترة من الفترات فهو بالتأكيد يقدر يرجع دايماً أفضل من الأول وبص على تاريخ الكرة الأفريقية في آخر 10 أو 15 سنة على الأقل أنا مش هرجع بيك لمعيد لكن هتجد دايماً التراجي حاضر ضمن أكتر الفرق يمكن وصولاً للمباراة النهائية في دوري الأبطال عشان كده بقولك مباراة صعبة جداً جداً على الفريقين زي ما هي صعبة على التراجي كمان صعبة على النادي الأهلي نتمنى بس أنه التوفيق يكون حلفنا ورهاني أنا شخصياً على جمهور النادي الأهلي اللي هيكون حاضر إن شاء الله بإذن الله ويرحب بأشقائنا في السادة القاهرة إن شاء الله سواء من فريق تراجي أو حتى من جماهير والأشقاء التوانسة اللي هيكون عندهم حرصة على متابعة المباراة من السادة القاهرة تعالوا نشوف أخبارنا في الأهلي نيوز روم أهلي ما بينساش ولاده طبعاً ده أكيد ودي الحقيقة هبدأ بيه خبر زيارة كابتن خطيب النهاردة لعلي معلول طبعاً بعد الاطمئنان على نجاح العملية الجراحية الأجريت ليه جراحة طبعاً في وطر أكيلس واللي تعاملت بمعرفة طبعاً واحد من أكبر أطباء المتخصصين في الحالات دي والحقيقة يمكن يعني كابتن خطيب اطمئن على حالة معلول وأكد كمان على أنه كل أنواع الدعم والمسندة اللي ممكن يحتاج عالي معلول في الفترة اللي جاية سواء في فترة العلاج أو التأهيل لغاية لما يرجع ان شاء الله بإذن الله في أفضل حال الأهلي هيقوم بدعم وشكل كبير طبعاً دي القطات دي مش من المستشفى طبعاً القطات دي من كلام كابتن خطيب ومجل السدارة النادي الأهلي كانوا حضرين طبعاً مع علي معلول في أعتقد مطار قبل رحلة العودة للقاهرة في بعد انتهاء المباراة وبعد رجوع البعثة للمطار القاهرة كان الحقيقة كل مجلس دارة نادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب حرصين على دعم علي معلول واحد من الحقيقة مش عايز أقول لي عايب المحترفين اللي ما يتنسوش لأنه علي أعتقد على الأقل في قلوب الأهلوي ووثق تماماً أنه دربت عامل علي مش على أنه تجربة محترف ناجح مع النادي الأهلي لكنه واحد من أولاد النادي الأهلي في التأكيد الأهلي ما بيتأخرش أبداً عن أولاده ودعا يعني عن ثقة وعن وعن مواقف كتير جداً أنا شخصياً عشتها مش شفتها على الشات التليفزيون أو اتحاكتلي لكن الأهلي أبداً عمره مش ممكن أبداً يتأخر على أولاده المخلصين زي ما قلت لكم الأهلي من النهاردة بيبدأ مرحلة التحضير والاستعداد للترجي التدريب يمكن نتأخر ساعتين بحكم الظروف وحرارة الجو لكن إن شاء الله بإذن الله يعني هنحاول ناخد لكم حتى من الكواليس تحضيرات أنا طبعاً برنامجنا هيخلص أو السادسة النهاردة بيخلص قبل بداية التمرين لكن هحاول أجيب لكم آخر المستجدات وكل ما يتعلق بتحضير النادي الأهلي وخصوصاً الأسماء الأسماء اللي ممكن تمثل إضافة إن شاء الله لسكواد الأهلي وخصوصاً عبدالقادر سلية لأحمد نبيل كوك عبدالقادر ممكن يكون الأقرب وأعتقد أنه عبدالقادر في مطش السبت أعتقد هيكون ورقة مهمة جداً جداً حتى لو ما بدأش الأساسي لكن يكون واحدة من أهم الأوراق والحلول اللي ممكن يعني يتغير من سيناريو المباراة لوحتاجنا إن شاء الله بإذن الله وأعتقد أفشى نفس الحكاية يعني دكة الأهلي وإحنا تكلمنا طول الأسبوع على المقارنة بين الفرقتين وقلنا وحتى من قبل مباراة رادس يعني إحنا قلنا إنه أكتر ما يميز سكواد النادي الأهلي دكته كلها الحقيقة لعيبة على مستوى عالي جداً وتقدر تنزل في أي وقت تغير من مجرى المباراة وتقدر تكون أوراق مهمة جداً في إيد مارسل كولر إن شاء الله في موجة الترجي يوم السبت القادم على العكس من الترجي اللي دكته يمكن ما تكونش بنفس قوة السكواد أو الأسماء الأساسية اللي بيرهن عليها ويمكن شوفنا ده في آخر ربع أو تلت ساعة في مباراة رادس بالنسبة لبعثة الترجي هتوصل بكرة إن شاء الله وكانت فرصة الحقيقة إنه يعني طبعاً نادي الأهلي يكلف وفد رسمي عشان يكون في استقبال بعثة الترجي أو لأول ما يوصلوا للقاهرة وتكليفات رئيس النادي للإدارة التنفيذية واضحة وصريحة إنه يتم الانهاء الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الأشقاء التوانسة والتأكيد طبعاً على الترحيب بالنادي الترجي كإدارة وكلعبين في بلده التاني مصر وإنه يكون كمان الاستقبال على أروع وأفضل شكل ممكن وده تأكيداً طبعاً على إنه فيه روابط كبيرة جداً وعلاقات متينة جداً بتجمع بين كيانين من أقبل كيانات رياضية سواء في المنطقة العربية أو في إفريقيا وأتمنى إن شاء الله بإذن الله إنه اللقاء اللي لابد أن يكون فيه فائز بالبطولة الخسر باللقب يعني أعتقد أنه أبداً أبداً مش ممكن علاقات النديين الكبار دولة تتأثر بنتيجة مباراة أو حتى بسبب بطولة وأتمنى أن الروح دي زي ما أشقاء عاملونا في تونس الحقيقة شوف ردام الجمهور بشكل كبير وأعتقد أنه المشهد في مدرجات حمدي العقرابي ترجمت ده بشكل كبير جداً وأتمنى إن شاء الله أنه الرد يكون بالمثل فيه أستاذ القاهرة إن شاء الله بإذن الله يوم السبت اللي جاي يمكن الحقيقة يعني برضو في إطار العلاقات الكبيرة دي كابتن محمود الخطيب رئيس النادي وكل عضاء مجلس إدارة النادي والإدارة التنفيذية يتقدمون بخالص التعازي طبعاً للسيد الأستاذ حمدي المعدب رئيس نادي الترجي التونسي في وفاة المخفور له وبإذن الله شقيق رئيس نادي الترجي ودعينا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة طبعاً الصبر والسلوان أحمد نبيل كوكا زي ما قلت لكم طبعاً واحد من الأوراق المهمة واللي أعتقد أنه مش بس ممكن في سيناريو مباراة الترجي يكون مفيد فيه نص الملعب المركز اللي تقلق فيه في الفترة الأخيرة اللي يفتكر بدايات أحمد نبيل كوكا مع الفيرس تيم يعني لما تصاعد بوليس كان طالع من ناشئين النادي الأهلي كان الرهان عليه بشكل كبير جداً في مركز الباكليفت قد يكون في حالة جهزيته ورقة مهمة يعني يعني أنت بتكلم عندك النهاردة لو تعد أوراقك اللي موجودة كبداية العلي معلول كريم فؤاد لعب مباراة الزهاب وقدم مستوى كويس جداً كريم الدبس أعتقد أنه في قناعة كبيرة جداً من جمهور نادي الأهلي أنه قماشة وخامة كويسة ومحترمة جداً يحتاج فقط بس أنه ياخد الفرصة ياخد الاستمرارية يكتسب مزيد من الخبرات لكن ما فيش شك في أنه الفرص اللي أتيحت لكريم تقول أنه لعيب كويس جداً وممكن الاعتماد عليه حالته الفنية جاهز مش جاهز دي حاجة مارسل كولر هو اللي أضرى بيها على حسب الطريقة أو التاكتك اللي هلجأ ليه في المباراة لكن أعتقد كمان لو أحمد نبيل كوكا جاهز ممكن يكون خيار على أقل تأدير مش أساسي لكن ورقة قد يحتاجها لقد در لايقى سبب الأسباب محدش يدمن سيناريو المباراة لأنه كانش حد يتوقع أنه لن يمعلول يوسف في أول 7-8 دقيقة من المباراة ويخرج فبالتالي وجود نبيل كوكا بقى مهم جداً 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 وهيخضع لأشعة النهاردة هتحدد حالته وتبين طبعاً إذا كان هيقدر يكون جاهز قبل المباراة السبت اللي جاي السبت اللي جاي ولا لا؟ طيب خلينا نروح بما أننا مش هنقدر ننقل لكم أجزاء من التمرينة لكن خلينا نروح لنادي الأهلي في الجزيرة فاروق صلاح زمينا هناك طبعاً مرسل قناة النادي الأهلي معايا آخر التطورات وآخر الأخبار ويمكن حتى قبل بداية التمرين ممكن يكون عنده جديد نعرف منه آخر الأخبار واستعدادة النادي الأهلي لمواجهة الترجي يوم السبت القادم سأل خير فاروق برحب بك زميلي العزيز أحمد سمئير وبرحب بكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة تقونات النادي الأهلي في كل مكان خلاص للنهاردة هيبدأ بقى للتحضير والإعداد لمباراة الأهلي والترجي التونسي زي ما أنت عارف يا أحمد أن النادي الأهلي بعد العودة من رحلة تونس مستر مارسل كولر منح اللعبين راحة لمدة 48 ساعة كان من المقرر النهاردة يكون موعد انطلاق المرام في تماما للساعة السادسة نظرا طبعا لارتفاع درجة الحرارة أو الدرجة الحرارة العالية فضل مستر مارسل كولر والكابتن خالي بيم ومدير القرى تأخير موعد انطلاق التدريب إلى الساعة الثامنة يعني تقدر تقول استعدادات خلاص يعني بتبدأ بقى أننا نحضر لذي المباراة إن شاء الله تكون يعني مباراة الحلم الكبير ومباراة التطويق باللقب الأفريقي بإذن الله شاء الله بإذن الله يمكن الحقيقة يمكن إصابة علي معلول لغبطت حسابات كولر في مواجهة الزهاب وبالتأكيد الشغل الشاغل للتفكير في البداية هنا كنت بتكلم يمكن يا فاروق قبل ما تدخل معنا على طول على الهوى في إمكانية تلحق أحمد نبيل كوكا بالمباراة وخصوصا أنه في بداياته كان دايما بيلعب كباك شمال ممكن يكون ورقة مهمة جدا حتى لو ما شاركش بشكل أساسي أنا أشتب كريم فؤاد وأعتقد أنه لعب جيم كبير جدا خامة كريمة دي بيس واحدة من الأوراق اللي ممكن برضو تكون يعني عامل مهم في التعامل مع مشكلة غياب علي معلول لكن وجود أحمد نبيل كوكا وتقلقه في الفترة الأخيرة وتواجده على قيمة الأهلي أعتقد ممكن يكون مفيد جدا في الحالة دي عايز أعرف منك أخبار طبعا تحديدا أحمد نبيل كوكا نعارف أنه يخضع لأشعة النهاردة أحمد نبيل كوكا بشكل خاص يهمني نعارف جمهور نادي الأهلي بيها يعني يا أحمد خليني يعني أخذ المشهد من البداية هنتكلم على تفاصيل التدريب وهنتكلم أيضا على الإصابات يعني عايز أخذك بس في نقطة مهمة جدا أن الميستر كولر لما منح اللاعبين اللي هو راحة لمدة 48 ساعة ميستر مارسل كولر ما بياخدش راحة بالنسبة له الأهل الأمور والتحضير لمبارات الترجي ميستر كولر تفرج على المبارات الأهلي والترجي أكثر من مرة تفرج على المبارات الترجي وماميوليد وصندونز المبارات الإياب تفرج على يعني مجموعة من المبارات الترجي في خارج ملعبه يعني المبارات طبعا المبارات المبارات الأولى انتهت بنتيجة التعادل السلبي فريق الترجي لسه عنده طبعا الأمل في المبارات 50-50 لكن يعني هي نتيجة خداء لكن إن شاء الله ويبقى كل التوفيق ليه فريق النادي الألي في هذه المباراة النهاردة طبعا من المقرر أن مستر مارسل كولر هيعقد محاضرة مع اللعبين قبل انطلاق المران عايز أقولك أن على مضر يعني من وقت وجود الفريق في تونس وحتى هذه الأيام في جلسات بيعقد اللعبين مع بعض يعني دور كبير جدا ليه الكابتن محمد اللاشناوي اللي عقد أكتر من جلسة مع اللعبين خلينا أقولك أنه كان يعني كمان بيتكلم مع اللعبة أن احنا بنحط سيناريوهات للمباراة من المباراة الأولى في حالة أن الفريق لو استابل الهدف في حالة أن احنا لو جبنا هدف الأمور دي كلها اللعبة بتحضر يعني أمور ده اللي بتدل على طبعا يا أحمد على كم الخبرات اللي بيملكها لعيب اللي النادي الأهلي أنهما بيحطوا سيناريوهات للمباراة بالنسبة للنقطة الأهم يا أحمد لو على بالتحديد يعني علي معلول اللي طبعا نتمنى له كل السلامة وعدته سريعا طبعا علي معلول بالأمس كان أجرى العملية الجراحية على أحد يعني يد أحد كبار الأطباء المتخصين في الجراحة في هذه الأمر يعني جراحة الوطر أكيليس يعني تقدر تقول إن شاء الله علي معلول يعودته إن شاء الله يعني يتبقى خريبا بإذن الله طبعا عنده كان مجموعة من الغيابات اللي كانت بتجيب عن النادي الأهلي لزروف الإصابة أقدر أقولك النهاردة بإذن الله من المقرر أن أحمد عبدالقادر هيشارك فيه جزء من المران الجماعي أيضا أحمد نبيل كوكا من المقرر النهاردة طبعا أيضا هيخذ جزء من المران الجماعي عمر السلية لسه تقدر تقول خلاص في المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيل الموضوع لعمر السلية نقطة المركز الزائر الأيسر هي تبقى نقطة الشغل 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 بالنسبة لمستر مارسل كولر هل كريم فؤاد على أحمد نبيل كوكا هل كريم الدبيس تقدر تقول بقية العناصر طبعا كلنا عارفين سواء الأهلي أو الترجي في استقرار سواء على كافة العناصر الموجودة في كل فريق ولكن هي النقطة زي ما أنت أثرت أحمد أن في مقطة مهمة جدا توتف مستهل كلامك أن محدش كان يعرف أن الظروف الإصابة العليم معلومة في أول دقائق اللقاء طبعا يتصاب بهذه الإصابة فأكيد بتحط سيناريوهات لهذه المباراة عايز أقول لك أيضا أن النادي الأهلي يعني في اكتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي من المقرر غدا إن شاء الله أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصحبة وفد من النادي الأهلي ومجلس الإدارة هتجي طبعا لاستقبال فريق الترجي إلى تونسي اللي هيصل للقاهرة مساء غدا إن شاء الله هيكون وصوله غدا بإذن الله قبل الوصول طبعا فريق للترجي برضو اللي عايز أقربك من الصورة والتحضير والعزيل المباراة هيأدي تدريب غدا في تونس ثم طبعا هتجي إلى القاهرة هيأدي أيضا تدريبه الرئيسي يوم للخميس اللي هيكون مفتوح فيه 15 دقيقة لكل وسائل الإعلام ثم طبعا التدريب بيبقى مغلق يوم الجمعة سواء للنادي الأهلي أو للنادي الترجي داخل النادي الأهلي أكتر من خلية عمل المجلس الإدارة والتحضير والكلام كتير جدا الإدارة التنفيذية في النادي الأهلي الدكتور سعد شلبي العميد على صلاح المنصق الأمني مجلس إدارة النادي الأهلي بالتنسيق على كيفية خروج اليوم بالشكل اللي يليق باسم وقيمة النادي الأهلي يليق باسم وقيمة جمهورية مصر العربية ونلمشها دي ازاي يليق دايما بالنادي الأهلي التنسيقات بتمنى للتنظيم بأنه يظهر بالشكل أعتقد إن شاء الله تبقى أمور تليق بالنادي الأهلي ربنا يكملها على خير يا رب نقدر نحق الانتصار فيها زي ألا المباراة وتبقى لقب جديد بيضاف السجل للنادي الأهلي في البطولة الأفريقية ويكون اللقب الـ 12 بإذن الله طبعا يا حمد أنا موجود معاك في أي استفسار في أي تسأل أنا موجود معاك لا أنا بضيف على كلامك بس أنه يعني إحنا الحقيقة أنت عارف أنه أكتر فرحة بتهم جمهوري نادي الأهلي في الموسم كله ومفيش فرحة ومفيش لقب مفيش بطولة بيضاهي طعم وإحساس جمهوري نادي الأهلي بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا تظل هي البطولة المفضلة تظل هي البطولة الأهم بالنسبة لجمهوري نادي الأهلي فأتمنى إن شاء الله أن يوم السبت القادم تكون جمهوري نادي الأهلي في موعد مع السعادة فاروق بإذن الله أحمد يعني كلنا أنا عايز أقول لك والله أحمد إحنا كلنا بنين لانطباع الناس أو خلينا نتكلم يعني إحنا أعطى وجودنا في منظومة الإعلامية للنادي الأهلي لكن إحنا جزء من جمهور النادي الأهلي أنت راح في أي مكان الناس بتعرف أن أنت هتبقى موجود مع الفريق بتشغلك رسائل اللعيبة والنبي عايزينكوا تفرحون أقول لك الكلام اللي بتقلنا باللغة الشارع أو لغة كل الناس بتقوله لنا قول للعيبة يفرحونا إحنا بنستنى فرحة لعيبة النادي الأهلي بالنسبة لنا النادي الأهلي فرحة مصر كلها فإحنا والله يا أحمد إحنا كلنا مستنين اليوم ده مستنين الفرحة دي إن شاء الله يعني تكمل على خير يا رب اللعيبة في كامل تركيزها إن شاء الله العيبة النادي الأهلي عندها كم كبير جدا من الخبرات اللعيبة عايزة في لعيبة هتعمل أرقام قياسية إن شاء الله لي في هذه المباراة يارب تكمل على خير يا أحمد نفرح كلنا وتبقى الفرحة مستمرة بإسن الله بشكرك زميل العزيز فاروق صلاح من داخل نادي الأهلي وقبل يمكن ساعة وشوية يمكن ساعة ونص من بداية التمرين كل التوفيق لمستر مارسل كولر مباراة عصاب طبعا ومباراة ثقة يعني الأجهزة الفنية بالتأكيد هتشتغل المواجهة الأولى قربت مارسل كولر وقربت كاردوزو في التراجي من رسم سيناريو مواجهة مباراة العودة يعني الأمور الفنية والتيكتيكية والاختيارة العناصر المناسبة للتطبيق أو تنفيذ الفكر ده في الملعب مفيش فيها نقاش ودي بتاعة الموديل الفنيين يبقى نقطتين مهمين جدا الهدوء أعتقد هيكون الهدوء لأنه أنت بتكلم على الأهلي أملوا أنه يفوز ويحقق إنجاز تاريخي أو الجيل ده يحقق إنجاز تاريخي بأنه في آخر خمس نهايات يفوز بأربع ألقاب دي حاجة ما حصلتش قبل كده ما حصلتش إنجاز بيحقق لأول مرة وفكرة أنك أنت تتحقق لقبل 12 وتبتعد عن أقرب منافسيك ده في حد ذاته طبعاً لأهلي بينافس فيه نفسه الجزء الثاني الحقيقة وده اللي براهن عليه بشكل كبير لكن التراجي برضو عنده دوافع مهمة لأنه بعيد عن منصة التطبيق بقاله كتير وحاسس أنه عمره مكان أقرب بفكرة أنه يتخطى سانداونس في الدور قبل النهائي ويكسب زهاب وعودة ويقدر يرجع من تونس بتعادل سلبي فهو بيحس أنه الفرصة دي يعني فرصة عزيزة جداً فرصة غالية جداً وقد لا تتكرر وبالتالي ما كانش أقرب في يوم الأيام من تحقي اللقب من مواجهة السبت القادم بشوف أنه الأكثر هدوءاً والأكثر سيطرة على أعصاب وخد بالك من حتة الأعصاب دي بالذات بالذات وإنت بتلعب هم مدرسة مدرسة شمال أفريقي عموماً مش بكلم عن التراجي يعني مدرسة في أنه إزاي خرج لعيبة الفريق المنافس عن التركيز إزاي شتت انتباهك إزاي خليك مش حطت دماغك كلها في التسعين دي اللي إنت بتلعبه فأرجو أرجو الهدوء والسبت المفعالي ده مهم جداً 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 الدور التاني والورقة التانية ممكن تكون الورقة الأهم من وجهة نظري هي الجمهور اللي هيكون حضر في المرعب إحنا كمشاهدين أو متابعين للمباراة من خلال من وراء الشاشات التليفزيون بيبقى عندنا في المطشاط اللي زي دي أنا حقيقة أنا شخصياً ببقى يعني العصاب هي قصة العصاب فأتمنى إن شاء الله أنه الأهلي يرايح جماهير وبدري ويبقى يوم كده للمتعة وكان نفال كبير جداً إن شاء الله بإذن الله يليق بالتتويج بالبطولة الرقم 12 إن شاء الله بإذن الله نتمنى يوم السبت يكون يوم فرحة للجمهور أختم أخبارنا النهاردة بخبر عن بطولة كاس مصر مجلس دار الاتحاد الكرة استقر خلاص خد قرار إنه مطشاط دور الـ 32 في بطولة كاس مصر الموسم الحالي هتتلاعب في وجود تقنية الفيديو الـ VAR يمكن موسم لقبل كده ما كانتش الخصة دي يعني بيتم تطبيقها لكن السنة دي تم الاستقرار على إنه يتم تطبيق نظام الفار في البطولة الكاس بطولة كاس مصر بداية من دور الـ 32 وخصوصاً إنه فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام خطت نظام للتصنيف الحكام المصريين يعني يحدد فيه مجموعة معانة من الحكام هتبقى مسؤوليتها إدارة مطشاط الكاس وكل الحكام دول هصلون على رخصة الفار أو الفيديو أسيستانت ريفري وبالتالي هيتم تطبيق تقنية الفار وحكم الفيديو المساعد في بطولة كاس مصر بداية من دور الـ 32 وخليني أفكركم كده بالمطشاط اللي هتبدأ إن شاء الله من يوم 28 دور الـ 32 عندنا السيراميكا مع مكادي وسموحها مع الفيينة وزاد مع الدخلية دول هيلعبوا يوم الثلاثة 28 مايو الحالي عندنا المأولين مع الترسانة وطلع الجيش مع بور فؤاد والأهلي مع الألومينيوم يوم الآربعة 29 مايو والمصري مع جمهورية شبين والزمالك مع بروكسي والإسماعيلي مع القناة ده هيكون يوم 35 مايو أما مطشاط البنك الأهلي مع بيترو جات وبلدية المحلة مع الجونة وبيرمتز مع النصر والاتحاد مع أبو إيهلي الأسمدة هتتلعب يوم الجمعة 31 مايو فاركو مع الوسطى وإمبي مع النجوم وفيوتشر مع بيترول أسيوت يوم السبت 1 يونيو وبكده تكون خلصة مطشاط دول 32 في كاس مصر النهاردة مباراة مهمة جدا جدا تبدأ الساعة 8 ان شاء الله بعد انتهاء البرنامج مباراة الأهلي والزمالك في كورة اليد حاسمة بشكل كبير جدا وتقرب النادي الأهلي بشكل كبير جدا إلا متكن تحسن بالفعل المطش الساعة 9 المطش النهاردة الساعة 9 مباراة الأهلي والزمالك في كورة اليد ومباراة تقرب النادي الأهلي بشكل كبير جدا من حسم بطولة دولة السوبر المصري نتمنى التوفيق إن شاء الله لعملقة الأهل إن شاء الله في كورة اليد زي ما فرحونا كتير وزي ما حققوا لقب السوبر الأفريقي يكون ليهم اليد العليا النهاردة في اللقاء فاصل ونتكلم أكتر عن مغارات الترجي القادمة مع ضيفي فيه أستاذيسة النهاردة المحل الفني نادر شبال نتمنى بس بمواجهات الأهل والترجي في مصر سواء في أستاذ القهراء أو في برج العرب ونتمنى إن شاء الله يكون استمرار لنجاحة الأهل وفوزه على الترجي في مغارات السبت القادمة اللي بعتقدناها الأهم يمكن على تاريخ مواجهات الفرقتين بشكل عام أرحب نادر شبالنا ضيفي النهاردة في السادسة الأول وبداية نسمع تعليقه على تاريخ المواجهات بين الاثنين طبعا نحن نتكلم على التاريخ وأرقام لكن ده ملوش أي علاقة بمواجهة السبت على أرض الواقع تسعين دي حداشر قدام حداشر والحسم يكون للصاحب الأكثر توفيقا في المواجهة نادر مساء الخير مساء الخير يا أبو حميدو دائما بسعد أن أنا بكون متواجد معاك في مباراة شايفها في تاريخ المواجهات بين أهل والترجي عموما مشابهة ظروفها ومقدماتها الماتش السبت اللي جاي ممكن يكون الفاينال بتاع 2012 بس الموضوع معكوز شوية واحنا رحنا هناك ده بالنسبة لك كان أمتع نهائي لعب الأهل في تاريخه أمتع من أهل والزمالك كان متعة كرة احنا عملنا جيم على التراجي وقتهاب كان التراجي وقتهاب يمتلك كمان عناصر زي يوسف المساكني اللي لعب الممرضي هو مصاب بالمناسبة وإسامة الدراجي لعيب كان يوسف المساكني بصراحة والدربالي وخليل شمام معزب شريفية كان عندهم لعيبة قيلة الحقيقة كان طايسين لخنيسي في الهجوم لكن طبعا طايسين برضو مهاجم محترم جيد طبعا بس كبر بقى خلاص بلاف كويت تقريبا صحيح لكن هي دي أسبح وبالنسبة لك عموما على مستوى النهائيات تتكلم على 14 نهائي تقريبا وصل ليهم من نادي الأهلي في تاريخه إذا رحاق منهم 11 لقب هل في مواجهة وريبة من حيث الصعوبة من حيث قوة المنافس ممكن شوية تكون بتاعة 2013 قدام أورلاندو تفاصيل متشابهة ان انت بتعدلت برا بس كانت تعادل إيجابي مش سلب تعادلنا معهم واحد تعادل إيجابي ده مفيش أجمل منه طبعا مفيش أجمل منه 0-0 دي نتيجي خداعة جدا جدا لكن المتشابه شوية عشنا الموقف ده مع مازينبي السنة مع مازينبي بالضبط بعد ما تعادلنا في ملعبهم والحمد لله انقذنا البر بعدالة تحكمية في مباراة القياب في الهانبول اللي كان على المهاجم بتاعهم وده اللي فرق معنا جدا ان احنا نقدر ان احنا نتخطى مازينبي هو واحد من اللي كانوا مرشحين وبالمناسبة مازينبي أصلا خرج الترجي في السوبرليج في الماتش اللي كان ما بينهم في السوبرليج مازينبي هو اللي خرج الترجي فيعني لو قدرنا ان احنا نحقق اللقب إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بأمر اللي يكون الأقرب يعني بس كاردوزو الحقيقة عمل نقلة مع الترجي 100% يعني كاردوزو مدرب قدر يحط الترجي على الطريق الصحيح وقدر يتعامل مع القماشة المتاحة تحت إيده بأفضل شكل ممكن 100% أنا متفق تماما حال الترجي اللي احنا لعبناه يوم السابت هو هو الترجي اللي احنا كسمناه دلال 0 سنة الفاتر وكان معهم واحد من الأساطير تنبيل مع الولور ميجيل كاردوزو بالمناسبة هو جاي لهم قبل يعني بعد الموسم ما بدأ واحد من الأسباب اللي خلى أمان الله ما ميش هو حرس أساسي لفريق الترجي كان ميجيل كاردوزو طريقة اللعب اللي اختلفت تماما احنا كنا بنشوف الترجي فريق منفتح شوية هجوميا فريق بيضغط ضغط عالي دايما فريق بيبقى عنده مشاكل دفعية ولكن فكرة أنك سبع منشاط ما يخش مرمق ولا هدف مش بس علشان تقلق الحارس ولكن حتى الثنائية اللي كانت نقطة ضعف السنة اللي فاتت اللي كانت تعالت جاي وياسيم رياح اختلفت تماما السنة دي لأنه بقى فيه واحد زي روجير هولو تعاوزت الملعب ده بالمناسبة السنة اللي فاتت لعب قدامنا مع الرجاء كان هو اللعب أساسي في الرجاء لعب المطشين اللي في مصر والعودة اللي فرق معنا في مطش العودة لأن في مطش مصر كان حمدي فتحي لما نزل فرق جدا معنا عليه في مطش الاياب حمدي فتحي لعب لبرو روجيء هولو كان بيلعب في نص الملعب كان هو وفيه لعب تاني بس أنا مش متذكر الاسم قوي في الرجاء الانزار اللي خده كان خد ساعتها الانزار في أول عشرين ديئة حجموا بقى المطش وده اللي حصل في مطش رادس اليوم السابن لما خد انزار بعد ما تدخل على إمام معاشور أصبحت تدخلاته نوعا ما ما فيهاش قوة ما فيهاش خشونة مش أجريسيف زي ما هو معتاد أنا بالنسبة لي شايف انهم رغم عندهم اتنين برازليين ولكن المحترف الأفضل في فريق تراجي هو هولو أفضل من يانساس بالنسبة لي هو السمام الأمام بالنسبة للفرق يعني مثلا لو يانساس غاب هتلاقي فيه بوشنيك اللي هو سجل هدف بتاع ماتش سندونس تاني اللي كان هناك لكن ده لو غاب الوضع صعب جدا لأن ثلاثية وسط الملعب بتاعت الترجي اللي بتتكون منه هو حسامة كار واللعب التالت غيران شعلالي قدام اللعبة الخبرة اللعب قدامنا كمان السابن الفاتح طبعا غيران من الحرس القديم يعني الزبط ومن اللعبة اللي بيتبني عليهم كمان مشروع الترجي الحالي السلاثية دي كان لازم يكون السلاثية بتاعت الاهلي بتاعت ماتش الزهاب اللي هي إمام لأن دول كمان الأجهز إمام وأكرم ومروان لازم يوجه والثلاثة أقدموا مبارا كبيرة جدا على المستوى التكتيكي وعلى المستوى الخططي أكتر ما وهي الكرة في رجلو وده اللي الناس ممكن ما تكونش شايفة شوية مع مارس الكولر الماتش اللي فيتقال لك ماتش خلص صفر صفر وما شفناه لأ لكن لما تيجي تبص على الماتش واحدة من أهم نقاط القوة اللي عند الترجي هو المهاجم رودريجز رودريجز مسجلش ولا هدف بالمناسبة البطولة بس عمل اتنين أسست اللي اتنين أسست بطريقة اللعب المعتادة اللي حاول يطبقها قدام مارس الكولر بس ما قدرش أنه يعمل دايما كنت بتلاقي أن رودريجز بيسقط لنص الملعب أو يسقط هو اللي يسلم الكرة من اللعب اللي بيمرر له علشان ينسس اللي هو أخطر لعب في الترجي يضم من العمق أو ناحية التانية غشة يضم من العمق ودي حاولوا يعملوها أكتر من مرة منها مرة خد فيها كريم فؤادة الإنذار بعد التدخل بقوة على بن علي الباكراية ساعتها هو اللي كان انطلق الانطلقة دي ولما الحاكم انداله دا كرة اللي الناس قالت فيها أنه إنذار كان لمنع أو ناسي مشكت لمنع بالضبط لكن دي واحدة من الحاجات ولو تلاحظ الهدف الكرة الحمد لله هدف الضائع اللي كان في أول ثلاث دقايق بتاع رودريجز لما كان معلول بر لما كان معلول بر هم ما استغلوا الجزئية دي هتلاقي ان غلال شعلاني وهي الكرة أصلا الناحية التانية عند بن حميدة بيشاور لهم الناحية التانية فاضية الناحية التمعلول خليه يقولك بس في حاجة لقطة كده يعني هي فاتت عليها ساعة المطش أو يمكن إعادة ما وضحتهاش لكن بعد كده أنا بشوف الهايلايتس بقى راجع الهايلايتس مرة تانية على الإنترنت أنا خدت بالي إن الكرة بتاعت رودريجز دي الهدف والفرصة الضائعة شبير هو اللي شال يعني أنا في المطش حسيت أنه هو خطها طلعت بره المرمى وأعتقد أن الحاكم حسبها أعتقد ضربة مرمى وما كانتش باينة قوي في العادة لكن لما تشوفتها على الانترنت لا شبير هو اللي شاير شبير هو اللي شاير الكرة ولولا اللمسة اللي عملها شبير بأطراف صوابة الكرة دي ممكن كانت بيصبها جدًا تبقى هذا أنا حسيتها لما رامي ربيعة يعني بعد الكرة ما خرجت رامي ربيعة بعد ما خرجت فبيسرخ فوش لو بيحمسه فأنا طب عندما تبسرخ فوش هل بتزعق له ولكن لما شرت فعلاً في الإعادة لا أهو كان رامي ربيعة بيحمسه إنه هو اللي شايل فعلاً الكرة بس زي ما تقول هو الحاكم حسابة ضربة مرمى فالرجالة ما حبيتش تبين له أو إنه إحنا إيه لكن هي دي تحسب له طبعاً حاجي معك في ملاحظاتك اللي انت خدتها ودونتها وانت بتتبع مطش القلوي الترجي هناك اللي لنا ولي علينا لكن عايز اسألك برضو انت بتكلم على فريق هو الأكثر خبرة مدير فني هو الأكثر خبرة أيضاً على مستوى نهائيات دوري أبطال يعني مارسل كولر ده تاني نهائي بيوصله حقق لقب السيدان اللي فات أول موسم ليه هو بالنسبة لي أنا الموسم الأصعب دايماً لأي مدير فني بيمسك نادي بحجم نادي لأهلي مطلوب منه حقق كولر طبعاً لأفريقيا بالنسبة له يعني الغمود والمجهول بالظبط كده ورغم كده نجح في الامتحان وحقق لقب دوري أبطال بسيناريو صعب سيناريو معقد في مواجهة الوداد في المغرب بتكلم عن فريق معظم العناصر 70 أو 80% من العناصر بتاعته بتخود النهائي الخامس على التوالي بالظبط بالتالي الأول أسألك النهائي ده الترجي ده بتاعيوم السبت مقارنة بالأربع نهايات اللي خدهم الجيل ده من اللاعبين ترتيبه كم من حيث الصعوبة نهائي الترجي نفسه؟ يعني مطش السبت جاي اللي هيحدد مين بطل القارة من حيث الصعوبة مقارنة بأربع نهايات مرة ضد الزمالك مرة ضد كايزر تشيبز وداد مرتين ضد الوداد بزاد إيه الأصعب فيهم؟ أعتقد أصعب نهاية طبعا الزمالك أصعب نهاية كان الزمالك ده بالنسبة للي كان بيحصل حواريني للمباراة وبراً أي حاجة هي دربي ما بين أهلي وزمالك الوضع مختلف تمام هي مباراة القرن بكل ما تحمل الكلام من معنى شاقة من شاقة وقابا من أبا ده مباراة تحسم كل شيء وتحسم كل جدل ويا بخت اللي فاس بالمباراة دي ويا بخت اللي نام فرحا قال لك رصيد أفشا في قلوب جبهير نادي الأهلي إلى ما لنهاية ما لنهاية بسبب يعني بس هو مش مكتنع يا فيلا هو أفشا مش مدرك قيمة اللي هو عمله في الماتش صحية صحية فطبعا ده في الأول في الآخر قبل على جبين أفشا قبل أي شيء دي الدف المباراة دي والسلاية برضو ياخد حق أي طبعا والسلاية بالأولاني برضو رجل دي حقيقة دي حقيقة وبيتسو موسماني وحمل فاتحي وكل الرجال اللي كان في الماتش اللي أقدموا مباراة كبيرة طبعا لكن هو أفشا اللي خط في اللقطة طبعا قرار أنا دائما أقول يا أحمد في الجزئية دي إن أفشا لو كان أخد أي قرار تاني متعرفش مباراة دي ممكن يحصل في إيه لكن فكرة إنك هي قيمة لعب زي أفشا إيه ولما نجي نتكلم عن مباراة الترجج كمان نتكلم عن دور أفشا بس كمان نتكلم عن دور أفشا إنه هو عنده حسن اتخاذ القرار لما خدت القرار الصحة ده أهم قرار خده لاعب في تاريخ الأهلي في المباراة النهائية قرار زي قرار أبو تريكا في 2006 أنا قرارت إن أنا حطت وش رجلي في الكرة وأصلا أنا ديها يا 85 84-85 سنة خلاص ما فيها إش 85-85 سنة ما فيش أكتر من إن أنا هائع في الوقت ده هحط الكرة بالفوليبول بالطريقة دي وإن أنا سليمها على رجبتي إنت لو فيه التدريبات ممكن ما يجيبها إش يعني لأشياء عشر مرات مش يعرف يجيب بس هو التوفيق علشان يعني إله لي كان يستحق إنه ياخد بطولة دي طبعا عشان عارفين كل كان بيحصل حوالين المباراة دي وما قبل المباراة ففي النهاية هي هو النهاية الأصعب النهاية الأصعب ممكن اللي بعدها على طول يكون مباراة الوداد أنا يعني خليني بس اسمحني إن أنا شيل مباراة الوداد بتاعت كذا بلانك تمام ظروف أسسنائية دي ظروف أسسنائية اللي يعني مش منطقة نحن لعب كرة في الأجواء دي التانية كانت الوداد السنة اللي فاتت بس خد بالك هما ملاهمش زنب الزنب عندنا أحنا آآ آآ بالظرط يعني إحنا ما قولها تكلم عن الاتحاد الأفريقي لغاية النهاردة رغم بيان النادي الأهلي اللي تكلمنا فيه من حوالي أسبوع أو يمكن أكتر لغاية النهاردة لم يتمت الإعلان عن نتائج التحقيقات المتعلقة بإخفاء جواب الاتحاد الأفريقي الخاص بمبارات نهاية دورة يعني بجد مش عارف ليه بالنسبة لي علامة استفهام وبالنسبة لكل الجميع النادي الأهلي علامة استفهام كبيرة جدا تأخر الرد عليها يزيد من الشكوك عن حجم التواطق اللي ممكن يكون مرتبط بواقعة زي دي وأنه فكرة أنه شخص واحد في الإدارة التنفيذية للاتحاد الكرة هو صاحب المسئولية عن إخفاء الخطاب يجب أن تراجع أو يجب أن يعاد فتحها مرة تانية لأنه يبدو أن المسئولية ما كانتش مسئولية فرد بل كانت مسئولية مجموعة ده يبدو سبب المنطقة الوحيد وراء تأخير الرد عن مطالب النادي الأهلي الأربعة ده الشيء بالشيء يوسكر يعني بزيطة كتر الصمت ده بيسير الشكوك والغموط في الموضوع فوقع بقالها احنا لعبنا بعدها نهائي ونلعب بعدها تاني نهائي والغاية النهاردة ومحدش بيكل النهائي نفسه أصلا القانون نفسه تلغى احنا بقنا نلعب النهائي زه وعودة ومحدش رد علينا فانا شايف ان تاني مباراة كانت المباراة بتاعت السنة اللي فاتت محمد عبد المنعي في كازابلانكا هناك مباراة كانت صعبة صعوبة المباراة كمان في التعادل او الهدف اللي سجلوه هنا يعني هما أدركوا ان هما تعادل اي وطبعا مش هننسى لأ هما فرحوا هما خرجوا من المباراة مبسوطين وهم متأكدين انه اللقب بالزبط هما مش في دماغهم خالص كان هاي كان فان بلجيكي كان هو اللي بيدربهم والراجل في تصريحاته بعد المباراة كان كلامه واصل في نفسه جدا ولما رحنا هناك فكرة انك تسجل فيك هدف في أول عشر دقائق برضو ده كان صعب جدا وهدف يعني كان فيه برضو بعض الأخطاء المشتركة ما بين اللي بدفعه وحرس المرمى بس ان الفرقة تلم نفسها تاني وان تغييرات مارسل كولر بدخول محمد مجدي أفشا وعمر السلية جدا مع الفرقة وعمر السلية وانك تسجل في الوداة حاضرين في الثلاث نسخ اللي أهلي تقول بيه ومسجلين في نهاية الزمالك كايزر تشيفز الزمالك أفشا والسلية كايزر تشيفز أفشا والسلية وشريف مطش الوداد هنا نزلوا فرقوا مطش الوداد هناك هم يعني اللي قلبوا الجيم لصلاح النادي الأهل تغييرتين قلبوا الجيم وجابوا البطولة رغم انه عبدالنعم ومعلول طبعا هم أصحاب الفرح كريدت الأكبر ليهم صحيح لكن تغييرت أفشا والسلية يعني جزء كبير جدا من إهداء اللقب للنادي الأهل دي حقيقة أنا متطفق معاك تماما في الجزئية دي وهي اللي خلتني بقول إن مارس الكولر لحد ما كان وصل الفاينل السنة اللي فاتت هو خلاص فيهم أفريكيا هو إحنا ما عرفنش نلعب الكورة طبعا بسبب تضيع الوقت وبسبب كل اللاعب كل شوية بيقع ونوعا ما كان فيه كلام كمان قبل الماتش على الحكم اللي كان بملكة سيمة على مدار التسعين ديئة وكمل بعدها بالمناسبة كان بيحكم في أمم أفريكيا الأخيرة اللي كانت في كوديفور لكن على مدار المباراة مارس الكولر كان مقسم المباراة صح قدر إن خلاص أنا في آخر تلت ساعة ما فيش أي حاجة قدامك غير إنك أنت فعلا هتهاجم وتفرض خطوطك فدخول عمر الصلاية ودخول أفشا فرق كتير مع الأهلي بعدما الأجواء كان فيه أجواء صعبة يعني لكن ده النهاء التاني بالنسبالي ممكن من الصعوبة أحط الترجل حالي أصعب شوية من ماتش كايزر شيفز أصعب من كايزر شيفز شوية حسنا اللعبة في ماتش كايزر شيفز احنا فاكرين الاحتفال بتاع اللعيبة بعد مباراة كايزر شيفز ولا كأن في حاجة حصلت وبعدين كمان عدم وجود الجماهير كان فارغ يعني مسلا عدم وجود الجماهير في ماتش الزمالك ما فارقش قوي علشان ده ديربي لكن مباراة كايزر شيفز اللي كان بتتلعف ملعب محمد الخامس كانت في المغرب والموضوع كان بسيط اللعيبة كيزبت وبعدين كان فيه تهرد في نهاية الشرط الأول للاعب كايزر تشيبز فده سهل المهمة شوية كان أعتقد مبارات الترجي البطولة الأسهل للأهلي كانت بطولة كايزر تشيبز وكان المفترض يعني أن الناس كانت متوقعها برضو زي ما كانوا متوقعين أهلي وسانداونز في النسخة دي كانوا متوقعين أهلي للوداد والزبط بالزبط السيناريو كايزر تشيبز والوداد هو بالزبط السيناريو والترجي وصانداونز بزهاب وعودة سيناك كانت عادل إيجابي واحد 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 واثنين اثنين في سابريتوريا اثنين اثنين طلعت الوداد للمباراة النهاية طيب خلينا أسألك على حاجة الموقف أصعب قبل ما أتكلم في الفانيات الموقف يوم السبت أصعب لمين أصعب للترجي ولا أصعب للأهلي هي أعتقد أن هي ففتي ففتي فكي مع مستوى الصعوبة مش مستوى الفرص في تحقي اللقب مستوى الصعوبة أكيد الصعوبة أكتر على الترجي لسبب واحد لأن فكرة أنك بتلعب خارج ملعبك يعني أنت ما استغلتش اللي كان على ملعبك ومستغلتش عادة في وجود جماهير الترجي والأجواء اللي كانت عاملها جماهير الترجي اللي بالمناسبة يعني باستغل الفرصة وبحيي جماهير الترجي على كل شيء استحقوا على مستوى التشجيع على مستوى الرسائل اللي قدموها وعلى مستوى الروح الرياضية في نهاية المباراة وتصفيقكم لعبة الأهل ودي مش حاجة جديدة على الترجل لو نفتكر في 2012 خليل شمام ونبيل معلول لما راحه وقدموا برقية ورد اللي كان ده النهائي الأول بعد حادثة برسعيد فدي حقيقة حاجة مش غريبة على الترجل لكن على مستوى المباراة الصعوبة على الترجل أكتر لأن الترجل الشكل الطبيعي بتاعه إنه بيكون فريق بيقبل لعب فإنك هتطلع بره ما لعبك بتقبل لعب إنت هتستمر تسعين دقيقة تقبل لعب فالوضع هيكون صعب مع وجود الجماهير مع فرص الأهل الأكبر لأن الأهل خلاص ده وفعه بقيت أعلى أنا خرقت من معقر رادس بنتيجة نوعا ما ممكن نقول إجابية أحسن الوحشين أو حشل الكويسين بالضبط يعني كان الأفضل إنك إنت تحقق التعادل الإيجابي وكان الأفضل والأفضل إنك إنت تفوز هي نتيجة كويسة لكن مش أفضل نتيجة الكويسة بالضبط يعني لكن في النهاية برضو كان وارد جدا وكان طبيعي جدا أنك تستقبل في رادس ممكن واحد وممكن أكتر يعني ده السيناريو كان وارد هو يعني كل السيناريوهات كانت تروحة فعلا هي النتيجة المحيرة زي ما بيقول هي مبارا مفتوحة على كل احتمالية خلينا نقض الإحصائيات وأسمع تعليقك على نسخة الترجي في رادس وهل تتوقع أن الترجي اللي يزرق قدام الأهلي في استاد القارية وم السبت هيلعب بنفس الطريقة نفس التشكيلة نفس الأسلوب المباراة كان كاستحواز كان بشكل طبيعي أنه إحنا لو جينا بصينا على الشمال ده الترجي والعالمين النادي الأهلي بالضبط فريق الترجي يعني فجرة أن 53 فيما استحواز 47 النسبة مش كبيرة قوي المباراة كانت متكافأة بشكل كبير صناعة الفرص أو الفرص الكبيرة اللي كانت راحت على مرمى الأهلي ما كانتش غير فرصتين بس منهم الفرصة اللي اتكلمنا عنها من شوية بتاعت رودريجيز رودريجيز مصطفى شبير صدها التوتال شوتس اللي على المرمى عشرة وعشرة إحنا لو جينا بصينا هنلاقي أن أصلا الأهلي كانت تزديلاته من خارج المنطقة أخطر من تزديلات الترجي تزديلات حسين الشحات تزديلات إمام عشور تزديلات وسام أبو علي دي من تزديلات الأخطر جول كيبر سيفز هو طبعا دي ممكن ما يكونش مكتوب فيها بتاعت شبير لأنها مكتوب زيرو ما تحسبتش ما تحسبت ضربة مرمى بالضبط لكن الكرة اللي صدها كانت التزديلات تاعت حسين الشحات اللي مسكها بسولة الركنيات نفس الكلام برضو اللي هو الأهلي كان نوعا ما هو اللي بيجازف أنا بس عايزة أشير لنقطتين مهمين جدا وده نجاح لمارسل كولر في الحد من خطورة الكرات السابتة بالترجي اللي هم بيرهنوا عليها وبيجويدوها بشكل كبير جدا يعني لما نتكلم في الكورنر الكورنر كيكس عند الأهلي ليه ثلاثة الترجي ملوش ولا دربة ركنية الفاولات اللي أغلبها على فكرة بالمناسبة كان هداية كده على طبق من فضل من مصطفى غربال لكمية فاولات وهمية تحسب حولين البوكس بتاع نادي الأهلي في المباراة ما فيهاش أي شبهة فاول منها كورة أكرم توفيق يعني هو كان يتجنن الحمد لله ما خادش ساعتها أنظار فيها هو كان يتجنن فيه كورة لا فيه فاولات كتير قوي 3-4 فاولات ما فيهش تلامس يعني ممكن يقولك احتكاك قد يفسر بطريقة سقوط معينة انها ممكن الحكم يتخدع فيها لكن انه يبقاش فيه احتكاك أساسا انه اللاعب مالا مسوش أساسا وتمره واثنين وثلاثة على حكم بحاجة من مصطفى غربال في نهاية دورة أبطال كانت بحاجة بالي الحقيقة كانت على نصف كبيرة فعلا لكن بشكل عام طب نكمل بقية الأرقاء أنا بس وقفت مع الكوار السبتة لأنه كان واحد من أسلحة اللي احنا حذرنا بشكل كبير جدا منها في تونس وفي حاجة كمان يا أحمد هضفها على كلامك في موضوع الكرات السبتة هي تنفيذ الأهل للكرات السبتة لونا بصنا في أول تلت ساعة كان فيه ركنية تعبت على الخوز بتاع السندوق من مميزات الترجي انه دايما في الكرات الركنية اللي تتلاعب جوه البوكس وتحديدا جوه منطقة الست ياردات بتكون فيه صعوبة في التعامل معاها انت كمهاجب صحيح فقرر مرسل كولر انه يغير التكتيج بتاعه خالص في الركنيات ويلعب معظم الركنيات على البعيدة أو على خارج المنطقة يبقى مقطوع على القريبة ودي حاجة من الحاجات اللي برضو تأكد لك ان الراجل ده دارس وفاهم كويس جدا تترجيق يعني أنا بتهيال انه مع صعوبة تنفيذ زي لانها بتتطلب إجادة وتفاهم بشكل كبير جدا أنا بشوف كمان انه فيه اسلوبين لما بتلعب مع فريق بيجيد ألعاب الهوى وانه الأطوال عندهم بتسمح لهم انه هم يمنعوا اي خطورة من الكرات السابتة الكورنر اللي بتلعب دايما على القريبة واللي بيحصل انه لعب من فريقك يحول اتجاه الكورة يغير اتجاه الكورة فبالتالي بيقى صعب جدا على المدافع اللي وراء في ظل دي المسافة دي انه يتوقع كورنر راح فيه وفيه وفيه معها عبها على البعيدة والعيدة بسبب دي المسافة او اسر المسافة ببسهل ان المهاجم او حد من لعابتك اللي موجودة يخطف ويسجل بقى لكن دايما هتلاقي انه في كل الركنيات اللي بتتلعب على الترجي ان الزيادة العددية عندهم في نص في جوه منطقة التمنتاشر تسعة لعيبة تعليمات واضحة الاهلي ما يسجلس اه بالظرر يعني مش مهم احنا نسجل بس الاهم انه الاهلي ما يسجلش طب نكمل يلا لكن زي ما شوفنا احنا وقفين عند الكورات الطويلة الكورات الطويلة احنا منتكلم في ان كان فيه يعني للاهلي 48-22 منهم صحيحة ونحن الثاني 54-26 منهم صحيحة النسب متقربة جدا يا احمد 48% الدقة وهنا 46% الدقة ده اندلف يدل على ان عندنا اتنين من اللعيبة الكرياتور جدا في تنققل القراط سواء رامي ربيعة او محمد عبد المنعين في موضوع اللونج بول اللي بيتلعب من الاثنين فيهم واحدة منهم كانت ممكن تكون هدف لولا بس يعني لو كانت قلت قوتها يعني نسبة صغيرة جدا من رامي ربيعة اللي تلعبت لحسين الشحات وطلع امان الله ما ميش مساك العرف يعني دي ودي واحدة من الحاجات اللي كان بلعب عليها مارس الكولر اخد بالك برضو سنس الملعب والارضية مختلف طبعا مختلف بتأثر بشكل كبير جدا غير لما تلعب على ارضك وعلى ابعاد ملعبك اللي انت لعبت على الموسم 15-20 ماتش فبالتالي انت حساسية الباس بتاعك بالذات في اللونج بولز دي بتبقى افضل بكتير جدا من لما تلعب على وخصصا انه الحقيقة يعني ملعب حمادي العقرابي يعني مستوى اديله 7 على 10 على مستوى الارضية ويعني مش الحجم بتاع الملعب ممساحتها نحن نهاردة بنشوف في افريقيا ملعب على اعلى مستوى بصحة دي حقيقة دي حقيقة واخيرا موضوع الكروسيس الكرات العرضية اللي تلعبت من الفريتين طبعا التراجي كان اكتر لان التراجي كان دوافعه اكبر واحنا فرق معنا جدا اصابة علي معلول لانه كان دايما بيكون اللعيب اللي بيطلع يعمل الاوفر واللعب الناحية التانية اللي بيغطي هو هاني كان الناحية التانية علي معلول هو اللي بيطلع يعمل الاوفر والواجبات الدفعية اللي كانت عند كريم فؤاد لما نزل وقدم مباراة كبيرة الحقيقة سواء اوه وحسين الشحات في مراقبة يانساس قدت الى ان انعدام الخطورة الهجومية من الاطراف صحيح هو تقريبا التراجي مرحش يعني هجوميا التراجي ما ظهرش وما تقدرش تقول انه التراجي عنده اللعيب اللي يصنع الفرق يعني اللي لفت نظري يعني قلت دا يمكن اللي تجوفي على مدار الاسبوع بعد المباراة هو يانساس دا اللي حسيت انه ممكن يكون مصدر خطورة عنده كرة في حاجات كتير جد طيب عايز اقف معاك مع تقييمات اللعيب اشوف وجهة نظرك تتفق تختلف سواء في الفرقتين في الاهلي او التراجي ومن بعدها نشوف قرأتك للسيناريو كاردوزو وكولر في مباراة العودة بس تسمح لنا فاصل ونرجع نكمل الكلام تقدر تقول انه الاثنين في مباراة رادس الفرقتين لعبوا جيم تاكتيكي ملعار تيل سواء مارس الكولر او ميجيل كاردوزو وده يمكن مداش مساحة للعيبة اللي ممكن جوهة الفرقتين انها تصنع الفرق يعني رهان الاهلوية حقيقة في المباراة دي كان على لعيبة زي وسامة ابو علي كان لعيبة زي امام عشور زي باسيتاو زي حسين الشحاد زي محمد عبد المنعم اللعيبة دي هي اللي انت قد تتعتقد انها ممكن تختاف لك جولف الرادس يمكن في فرقة الترجي انا مشوفش غير رودريجز او يانساس على الرغم انه رودريجز كمهاجم مش بروفايل يحسسني انه يعني خطير او فعال او عامله مية حساب مهم طبعا انه يتحطي تحت رقابة لصيقة جدا لكن في النهاية ما هوش المهاجم الخطير هستعرض معك ومع جمهور السادسة تقييم لعيبة الاهلي والترجي من حيث بقى الانتشار المعدلات الجاري التمريرات وتشوف كده مين لفت نظرك في الترجي ونشوف الرهان على مين ممكن يكون في مباراة العودة فاعل ومؤثر هو من حسب التقييم كان غيران الشعلالي اللي هو قائد الفريق يعتبر هو كان ماخد اعلى نسبة ريت هو 7 او 4 من 10 متسويا مع مران عطية ودي ممكن يكون متفق معاها شوية متفق معاها بشكل كبير متفق معاها بشكل كبير ان مران عطية لو هختار افضل لعب في الاهلي في المباراة فهيختار مران عطية ولهو يختار افضل لعب في الترجي هختار غيران الشعلالي اللي بالمناسبة حتى وحسامة قوة كانش في مستوى 100% هو كان شايل اللي نوصل الملعب وبسبب الانذار زي ما قلنا في البداية في تعرجير اورو ان كان تدخلاته نوعا ما اقل شوية هو كان بيجازف وبيجري وكمال سنه صغير واحد من الخبرات اللي موجودة في الفرقة فيستحق على الجانب الاخر مران عطية ارقام مش مختلفة كتير يمكن بس ما سدتش على المرمى زي غلالش علاني يعني غلالش علاني مسدت ثلاث تزديدات على المرمى معظمهم كان ربعات عن المرمى عن الثلاث خشبات وصنع فرصة من الفرص والفرصة اللي صنعها دي بالمناسبة هي الفرصة اللي ضيعها رودريكز هو اللي حطت الكورة لبنعلي اللي عمل الركنية اي هو اللي عمله الكروس اللي عمله الكروس اي هو اللي عمله ثرو دقة التمريرات 40 تمريدات صحيحة من 51 بنتكلم في 78% دقة التمريرات اللعب وسط فهي شيء جيد ولكن الشيء الافضل او الممتاز كان ليه مروان عطية من ناحية التمريرات 86% دقة التمريرات يعاب على مروان عطية البعض يقول كده ولكن انا ضد الجزئية دي ان مروان عطية كانت موظم تمريراته للخلف فما هنيجي نبص للموراها نلاقي ان مروان عطية حتى ولو كانت تمريراته للخلف لكن مروان عطية كان بينتشر بشكل افضل من اي لعب وسط في الفرقيتين دايما كان رأس المثلث للباك والمساك سواء يمين او شمال للجناح وصنع الالعاب كان دايما بيكون رأس المثلث لسبب يعني حتى هو بيوجد مساحة تمرير او رؤية يعني زاوية تمرير لللاعب لمجرد ان هو يستلم منه علشان يفضي الزحمة اللي بتكون في الجزئية العالمية لو نفتكر الكرة اللي ضعها محمد هاني اللي شاطها وعدت من قدام بيرستاو الكرة اللي تحسبت افصايت بعدها فيه كرة كده محمد هاني شاطها اللي كانت بدايتها اصلا وصنع ابو علي كان عدة كويس من ياسين مريح وسدتها اتردد فلما تردد امام عشور لعبها المروان قبل ما مروان يستلم الكرة قبل مروان ما تجيله الكرة فيه عمل اسكان عظيم للملعب بص شاف هاني الاول قبل ما يستلم والكرة جياله فيه ضغط من جاي من وراكم مش فاكر كان حسام تقاو ولا غلال شعلالي وضغط عليه بكوة كبيرة جدا قبل ما كان اللعيب يجيله هو من غير ما يبصه وعمل البص كده وبص الناحة التانية دي دقة دي دقة اللي تبين لك قيمة مروان عطية اللعيب اللي بعمل اسكان للملعب اللعيب اللي يقدر يلعب بوكس تو بوكس في نفس الوقت يلعب هولدنج متفيلدر دي حاجة من المميزات اللي موجودة عنده مش موجودة عند اللعيبة كتير يعني يمكن مروان عطية اكتر بروفايل في الملعب احسه قريب من حمدي فتح لكن حمدي كان بيميزه عن مروان التكمية الهجومية بالضبط مع مرس الكولر تحديد مرس الكولر تحديد وحتى من قبل مرس الكولر كان مع مسلماني برضو مسلماني كان يمكن ما بيكنش واضحة قوي معاه لكن هي واضحة اكتر مع مرس الكولر انا بيتهالي انه مروان لو خد جرأ شوية يمكن عشان لسه برضو ما تقلش جوا الفرق هو العيب كعز جدا 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 وبروفايله محترم جدا حيه يمكن في المركز ده في مصر صعب تقرن مروان بقي حد لكن اقصد اقول لو اتطورت الحتة دي عند مروان وقدر يبقى لي سواف المسندة الهجومية يقدر يطور من نفسه بشوف انه مثلا لو طور من حتة التصويب من بعيد او من خارج المرمى عنده امكانية انه يطور نفسه هجوميا لو عملها هيبقى برضو في حتة تانية خارج عارف يتحصل امتى احمن لما ديانج يرجع لو ديانج يرجع هيأمنه او لما كوك يكون جاهز لكن في وجود امامه اكرم هيكون بيبقى صعب انه هو يطلع مروان او يدي مروان الادوار دي علشان الاتنين اصلا دايما بيكونوا فوق الكرة يعني اكرم اللي هو اصلا بيبدل مبينه مبين مروان دايما في مركز ستة ومركز تمانية اللي احنا نلعب بتمانيتين فدايما بتلاقي ان اكرم اللي نفتكر هدف مزينبي مثلا لما اكرم هو اللي راح اللي سجل الهدف في مزينبي اكرم هو اللي كان زايد امام عشور دايما هو صنع الفارق بوسط الملعب هجومين واللعب الكرياتور دايما على المرمى لكن مروان شوية متحجم بالجزئية دي الفرقة كلها كانت متحجمة بداف وسام كان متحجم امام كان متحجم بيرسيتاو والشحات كانوا متحجمين اكيد علي معلول لما طلعوا من وراه كريم وهاني كانوا كل التحجيم يعني كل الفرقة تقريبا كانت متحجمة في النواحي الهجومية مش بس مروان سنباته دا اقول انت محتاج ده محتاج ده ما عندكش غير ده في اللي جاي يعني كنا لسا بتكلم انا ونادر في الفاصل وده هيخلينا نروح للمباراة العودة انه ميجيل كاردوزو مش هغير حاجة يعني المحاضرة اللي قالها قبل المباراة على طول في رادس هي تقريبا نفس المحاضرة اللي هيقولها في استاد القاهرة يوم السبت اللي جاي ما عندوش بديل غير ان هو يلعب زون وانه يحاول يخطف زي ما اتفق بالضبط لكن وتعالى نشوف كده مع بعض تشكيلة الزهاب وتقول لنا رأيك في التشكيلة سواء من ناحية الطريقة او الاسماء وهل تتوقع انه تشكيلة الترجي وطريقته تبقى بالمثل في المباراة العودة ولا قد يكون فيها اختلافات هي تشكيلة المباراة الزهاب هي نفس التشكيلة عمين بن حميدة هيشارك في المباراة لانه كان تردت كلامه على انه فيه اصابة قد تمنعه من المشاركة لكن تأكد انه سه هيشارك نسبة مية في المباراة وجالت الصباح التونسية اكدت عدا النهاردة الصبح انه بن حميدة جاهز تمانا يعني هو نفس التشكيلي ما اعتقدش انه غير حد احنا متكلم في امان الله ما ميش واحد من افضل الحراس اللي في تونس انه ما يكون افضل حارس في تونس صناقية دفاعية من ياسيم مرياح ومحمد توجاي على الشمال بن حميدة وعلى مين بن علي الاتنين دول ما شفناش ظهور ليهم هجوميا على مدار المباراة لان زي ما احنا اقولنا احمد بطريقة ميجيل كاردوزو في المطلق وتحديدا قدام الاهل انه ما يتسجلش فيه حياتفع على حاجة انه توجاي ومرياح لم يختبروا يعني يعني افضل اقول ايه يعني انت مع تكليفات كولر او مع تاكتك كولر انت مضغطش بالشكل اللي عبر عن امكانات الاهل الهجومية يعني لو اشحات واخد تكليفات مع فرسي تو او رضا سليم مع عسامة ابو علي ومن وراهم امام ولو فيه تكملة مع افرام مع مساندة الازهرة ساعتها تبني الامكانات الحقيقية ويبني البطء الحقيقي هما يجدوا على العاب الهواء لكن الاتنين دول تحديدا وعندهم مشكلة في الدوران دايما لو نشوف الهدف الكرة اللي كانت بتاعته السامة ابو علي اللي كانت في ظاهر المدافعين عدى بسهولة جدا من ياسين مرياح يعني ما عملش فنت عدى الكرة ورحلها ياسين مرياح فيه صعوبة في انه يرفع رجل مع الارض انه ياخد الكرة لكن اللي بيأمنهم بقى وده زي ما قلت لك في بداية الحلقة هو اهولو اهولو لعيب تجولي لعيب رقم ستة بيأمن ثنائية شعلالي ووحسامة قال اللي هو على الورق هنا محطوط ان هو كرقم عشرة ما بين الجناحين وورا المهاجم دايما بيأمنهم دايما بيكون هو اللاعب اللي مساند ليهم وهيفرق معاهم في الماتش اللي جاي واتمنى انا في الماتش الجاي يحصل نفس اللي حصل في الماتش اللي فات انه ياخد انظار اي لعيب من عندنا بس كده ايه يعني يلبسه انظار في اول ربع ساعة بلغة الكرة يعني لو حد عمل ده يعني هنقدر احنا نستغل اهولو اسمع معاك تشكلة الاهلي برضو يعني انت مستقر على انه اه 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 كاردوزو هيران على نفس الطريقة ونفس الاسم اه اه لو لو غير ممكن يكون غشة ويلعب مكانو اه بغرة اللي هو نزل لي شقوط التانية لان غشة كان المباراة اللي فاتت كان بيلعب وكان فيه كلام بيتال قبل مباراة اللي هو م Firma 6 جاهز بنسبة 100% وظاهر عليك المباراة لو دي مش حالتو اللاعب دة من قمية οزلعب الى المواجدين في الترجع لو هوا بيلعب على انه يختف يعني هو جاي القاهرة nine يختف من الاهلي جول ويدافع باقي بكل ما قطى من قوة عن الهدف ده مين بالنسبة لك اللي ممكن يرهن عليه كاردوزو في التشكيلة دي؟ طبعاً الرهان الأول هيكون على يانساس على يانساس برازيلي الجناح الأيمن الجناح اليمين بتاعه الجناح اليمين اللي كان اللي اتعامل عليه مبارات بيرة من حسين الشيحات نمر عشرة شعر أصفر اللمسة وهو كورة معاه هو عنده كورة لو ديت له مساحة صعبة جداً فدي من أميز الحاجات اللي عملها كولر لما كريم نزل وأنا بصراحة يعني بشير كريم أفضر يا من ألطف الحاجات اللي عملها كاردوزو لنخرجه بصراحة طبعاً هو خرجه في آخر عشر دائف وريحنا هو رياحنا بصراحة لأن لما لقى قفشة نزل فكان عايز ينزل لعب تالت لما نزل مكانه كان بوشنقة اللي نزل في نص الملحب هو ده اللي فرق معهم وقفل شوية نص الملحب لكن بجانب يانساس ودي جزئية مهمة جداً والأهل كان متفطن بيها بشكل كبير قوي في المبارات الزهاب وهو رودريجو رودريجيز هو مش لعب هدف ومش مهاري ومش سريع بس لعيب بيستخدمه لجيل كاردوزو كطعم كطعم مش طبيعي يا أحمد في المبارات الزهاب اللي فاتت دي قبل مباراتي سانداونز زهاب وقياب مجيل كاردوزو هو العمل الأسست بتاع الهدفين مجيل كاردوزو عمل أسست الهدف الأول اللي كان بتاعيان ساس وهدف تاني تعبوشنقة اللي هناك في البريتوريا كان بيعمل إيه بيخرج برامنطية الجزاء يفضل المساحات علشان يطلع واحد من الأجنحة اللي حصل في مبارات الزهاب قدام الأهلي ودي حاجة كان أنا متأكد يقيراً أن مارسل كولر كان عاد مع العيبة بيتكلم عليه لأن دي هي راس مالهم هجومياً التحرك هجومياً أو التراع هجومياً بالطريقة دي واحد من حسامة كا أو غشة أو يانساس بيخش أو ممكن واحد اثنين من الثلاثة بيخش لمنطية الجزاء لما بيطلع رودريجيز بر منطية الجزاء فرودريجيز في المبارات اللي فاتت دي كزا كورة بيطلع بر منطية الجزاء منهم كورة يانساس كانت على يعني في التالة الأخيرة بتاع نص مالعب الأهلي هو عملها بكعب رجل وضرب فيها ثلاث لعيبة واللعيب وهلو أم عدي من أكرم توفيق وبسهله هو اللي كان جاي ساعتها كان هو رودريجيز نزل علشان يستلم الكورة أنا وهو نازل يستلم الكورة يعني مقلق إن حد يجي بس عايزين نرفت نظر برضو إنه رودريجيز ويانساس لاثنين برازليين برازليين فيعني التفاهم بينهم عالي جداً هيكون مستوى أو الربط بينهم هيكون أكيد عالي جداً اللي حصلت زي ما تلك في ماتشان داونز هو الأسست رودريجيز اللي سجل هدف يانساس لكن في مباراة الزهاب تعامل محمد عبد المنعم وتعامل رامي ربيعة في الخروج من منطقة الجزاء مع اللاعب نفسه في وجود أكرم توفيق أو محمد هاني كان بيضم يكون مدافع تاني ويرجع بيرستهوي يغطي في مكان محمد هاني التزام تكتيكي رائع من الأهلي في مباراة الزهاب حتى وإن كان البعض يقول إن ممكن الأهلي كان يختف جون وأنا متطفق إن الأهلي كان عنده القدرة أن يختف جون ولكن على المستوى الدفاعي تقدمت مباراة كبيرة وعظيمة أظهرت الترجي بالنسخة دي على ملعبه فده إن دال فيدل على إن فيه مدير فني فاهم وبكرر الجملة دي كتير في مدير فني فاهم ودارس ومذاكر الفرق اللي كان بيلعيد طيب أنا وإنت اتفقنا إنه الأعصاب مش هتهدى لا في الملعب ولا على الدكة ولا في المدرجات ولا الناس اللي بتفرج ورا شاشات التلفزيون إلا بعد الهدف التاني صح ولا غلط يعني هدف واحد لا يكفي لأنه يخلي الأمور معلقة لغاية صفارة الحكم وده في حد ذاته فيه خطورة كبيرة جدا بالذات لو استمرت النتيجة دي ده السيناريو مشابه شوية لمطش الزمالك اللي حصل من يومين قدام النهضة فكرة إنه في أي وقت يسجل الترجي هيبقى الأمور هتنقلب برأسا على العقب الجمهة هيتوتر تبدأ بقى التصرع فأعتقد السيناريو هيكون صعب فالهدوء كله ونقول إنه كفة الأهلي أتقل بعد هدفين لو أنا بخطط النهاردة إن أنا حط هدفين في الترجي هل ده معنى إنه نمارس الكولر يبدأ المباراة بضغط هجومي ضغط عالي بما إنا حتى فأنا إن كاردوزو مش هيغامر بالتالي أنا قدام جيم أو خصم هيلعب زون هيلعب متراجع هدفه إنه يمنع الأهلي بس من التسجيل ما بيفكرش أساساً إنه يروح لمصطفا شوبير تمام هل ده معناه إنه المغامرة كلها تبدأ مع كولر من بداية ولا تتوقع إنه الأفضل إنه بقى فيه نفس حالة التحفز اللي لجأ لها كاردوزو إنه يمنع الأهلي من التسجيل في رادس يبقى نفس طريقة مارس الكولر هنا في القاهرة إنه لأ أنا مش عايز أسجل أنا عايز برضو أمنع الترجم إنه هو يسجل أعتقد إن مارس الكولر تفكيره هيختلف وهدي لك مثالين من منو الجزية عملهم على الأهل قبل كده في 2006 كنا بنلعب فريق أشان تكتوكه في دور المجموعات الدقيقة كاننا محتاجين الفوز في المباراة دي علشان كان ساعتها تعالين إخسرنا من صفاكسي في رادس جون عصام المردسي كانوا معنا في المجموعات أنت محتاج تكسب مذكر يا نادري أه لا 2006 أنا فكرت أنا أصلا طبعا يا بطول ما تتنسيش أه عصام المردسي كان يجيب واحدة زيها في الفاينال بس الحمد لله مرت يعني في جنب الكو خسرنا واحد صفاكسي في رادس وكان عندنا المباراة اللي بعدها أشان تكتوكه في الكاهرة الدقيقة 22 اللي كان كسبنا أربعة صفاكسي دهم أشان تكتوكه ومنهم هدف عالمي كان من أبو تريكا بالكعب أحطيها لقصام حسن حطيها بو الشريكو الخارجي كان في المباراة دي اللي فرق معنا إيه؟ هدف مبكر هدف مبكر إحنا سجينا هنا في الدقيقة 2 والجمهور مانويل جوزي كان دايما دايما بياخد إن الجمهور جزء من خطته وده قاله محمد أبو تريكا نفسه في مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اللي كانت فاينال فاينال 2008 برضو لو تفتكر يا أحمد جايبين جنب في الدقيقة كان في ديار 4 جنوة الجمعة هو عموما الهدف المبكر ده بيفتح كل حاجة بيخلي الدنيا بالزبط لطيفة العصاب أهدى التوتر كله يعني لو التوتر مبتديني المباراة 50-50 بين التوتر 80-20 100% يعني فاينال يرايح العصاب وتحس إن المباراة لسه خلاص قدامها وتحس إن الخصم هو اللي عليه أنه ياخد المبادرة هذه النقطة بلدت عايزة تليمك فيها واللي إنت ذكرت من شواء اللي حصل في مباراة الزمالك ونهضة بركان في بطولة كمفيدرالية ده اللي فرق مع الزمالك حدف في أول 20 ديئة ريح الدنيا قوي حتى وإن كان الزمالك بقى يبلع لكن الخطورة فضلت مستمرة لغاية صفرت الحكت طبعاً ما أقول لك حتى لو زمالك فضل يبلع اللي هيفرق معنا إن انت لما تسجل هدف الأول تكمل وده اللي حصل بقولك في مانش القطن انت سجل والهدفين جايين إزاي؟ من رأس مالك كرات سبت الأول وقع الجمعة والتاني كان في الأفضل الهدف التاريخي اللي كان لف فيه رأسه بتعاجل برد نفس الكلام اللي هو هدفين من كرات سبتة خلصت القصة كلها هم الهدفين هيجبره كاردوزو على إنه يفتح الملعب وقت ما هو يفتح خطوطه وإنت أكيد عندك بلان بي في وقت لا يعني مؤسسة هي كلها مهنة التدريب دي مهنة صعبة يعني هو مش عنده بقى التفكير واحد بس إن أنا لو ده حال بتتعادل في أول عشر دقايق أنا إيه آه ألا ممكن وبعدين المبرزة يدي في ديربي شمال أفريكي زي ده ما بين أكبر فرقتين في أفريكي وفي سيناريوهات بتيجي يعني في سيناريو اللي أنا متكلم فيه مع اللعيبة ولا إحنا عاملين واحتمال لي ورد جدا مع تغييرة معينة مع كارت أصفر أو كارت أحمر تلاقي أنا عايز سيناريو تالت خالص بالضبط هي دي النقطة فلكن زي ما بقولك ياما كلر على فكرة في أوقات كتير جدا بيكتب ورق وبيدي للعيبة في وسط المطشاط عشان يعني يغير في حاجات جوة السيناريو ودي من سمات المدرب الكبير ومن سمات المدرب اللي ما بيكلش عيش فيه مدربين كده بتاكل عيش لأ هو مش مدرب بيكل عيش هو مدرب جاي فاهم وعارف قيمة الأهلي وبدأ يفهم ده وبدأ يشرب ده على مدار الموسم اللي فات والموسم الحالي مذاكرة مارس الكولور لمدارس مختلفة من المدربين اللي واجههم في أفريقيا من وقت ما بدأ سيبك من بتوعية دور المصر وسيبك لأنك بتواجههم كل شوية يعني على مدار بطولة الدور المصر لمدربين ممكن تكون بتواجه في الأسبوع التالت مع فريق الأسبوع الرابع هتلاقيه هو هو مع فريق تالي لكن القصة هنا أن المدربين بتوع أفريقيا أنك بتواجه مدربين من مدارس مختلفة مدارس بلجيكية فرنسية ده وكاردوزو كمان سي في محترم سي في محترم يعني درب فرق في الليجة ودرب فرق في فرنسا دي حقيقة سلتافيجو وهو كمان كان أسيستنت في ديبورتيفولا كورونيا ما لعبش كورا ده راجل من وقت ما بدأ يعني أنا مقاروط السي في بتاعه قبل النهائي أعظم مدربين العالم على فكرة ما مرينهم ما لعبش كورا بالضبط وكان له أنشلوتي كان لعيب قائز بس ما كان لعيب كان لعيب كان لعيب عادي يعني ما تقرنه فيجو لما تقرنه بأسماء كتيرة لعبة كان عادي فعلا يعني ما كانش عبقر بس إسستان زين الدين زيدان كلعب بالنسبة لي أقوى بكتير جدا من زين الدين زيدان المدرب آه كان الفترة كمان اللي كانت تدريب فيها هي 3-4 سنين وبعد كده وبعدين أنا دائما بقيس برضو أنه التجربة لازم تتكرر يعني لازم النجاح يحصل يعني في أكتر من مكان وده اللي منجح جورديولا وده اللي منجح جورديولا انشالوتي حقيقي بس فأعتقد أن مارسل كولر في تفكيره في المباراة مقسمها الأكتر من سيناريو سواء سجلت بدري لبسك أخطاء ملاش لازم هتسجل في الترجي ازاي يعني لو أنا النهاردة ببني سيناريو أنه أنا عايز أسجل وعايز أسجل هدف مبكر وعارف أنه الترجي يبدأ المباراة شديد التحفظ زي ما الأهلي كان مدي أو يعني تكليفات كولر للحضاشر اللي موجودين في الملعب الدفاعية أكتر بكتير جدا من الهجومية أنا بتهالي أنه كاردوزو هيجود على ده ويزود على ده مع فريق الترجي في مواجهة القاهرة ومن العمقة أو من الأجناب هتبقى سيناريو صعب جدا أنا بتكلم على هدف مبكر هتلجأ لإيه مع فريق زي الترجي ده ندر أعتقد أن ده هيحتاج لحاجة وده اللي ياخدنا للتشكيل تشكيل الفرقة قدام الترجي أعتقد أن هنلتزم بنفس الشكل وبنفس الطريقة وبنفس اللعيبة اللي موجودة باستثناء بس أتمنى أن ردا سليني شارك من بداية المباراة مكان؟ مكان بيرسي تاو على اليمين ليه بقى؟ نو كومنت بس يعني هقولك ليه ماشي على الشمال حسين الشحات بيعرف يدافع أحسن من ردا سلين حسين الشحات عمل مباراة دفاعية بصهل تقيم حسين الشحات هتك ليه سبعة وثلاثة أنا مش فتفك أنا شايف أنه أكتر من كده على المستوى الدفاعي بس طبعا سبعة وثلاثة دي ليه أنه هو لعب هجومي فبياخد الردا خدلك الشحات لعبها يعني الشحات في أوقت كتير جدا مركز الباكي اللي يمين عليه هو طبعا ناحية الشمال دلوقتي لأنه باكي شمال لكن الشحات أساسا لعب المركز ذا هو أساسه كان باكي مين لكن اللي قصوده أن حسين الشحات دفاعيا هو أفضل أو حسين الشحات عنده إنه هو مش هيمل ولا يكل هيجري الله أكبر عليه يعني مثلا المركز اللي فات تسعين دي حسين الشحات الناس ممكن تكون شايفة أن حسين شحاته الكرة في رجله ما كانش أحسن حاجة لكن حسين شحاته الكرة مش في رجله هو كان عامل دور دفاعي إحنا كنا بنشوفه أحيانا بيكون هو الباكليفت وكريم في وقت بيخش في العمق يكون تالت مدافع تالت ردا سليم ليه بقى مكان برسيته تحديدا وده بالنسبة للدور الهجومي فاكر ماتش الاتحاد الهدف العالمي اللي سجله ردا سليم طبعا الشمال اللي رايحة بليسنج وكان مين الجول كيبر مهدي سليمان مهدي سليمان مهدي سليمان كنت تحرج عليه وهي داخل كده بالضبط ميزة ردا سليم هنا ردا سليم بيعرف يتوغل في العمق بشكل ممتاز إن ردا سليم جاي بالجول ده هو المفروض كان لوقتها جناح يمين الجول ده جايه مع دائرة التمنتاشر فاللي هيفرق معاك في عدم وجود بيرسي تاو بيرسي تاو قدم ده ولكنه بدنيا بيرسي تاو واضح عليه في الملعب مش هو بيرسي تاو تعسين اللي فاتت وده شيء طبيعي إن راجل يشارك أمم أفريقيا كل الملشاط مع المداخب جنوب أفريقيا رجع مصاب أصلا خد وقت على ما رجع أنا معاك وبعدين لما رجعت كمان لعبت مماراية تقيلة فده فرق معاك لكن على الجانب الآخر ردا سليم أولا ردا سليم لما نزل المدشي اللي فات حاسيت إن ردا سليم جعان هو عايز يعمل كل حاجة في الملع وضيف على ده إمكانيات ردا في دخوله للعمق بيرسي عملها في مدشي الرجاء لو نفتكر الأسيس تاحمدي فاتحي لما حطها له تشيب من فوق المدافعين وحمدي يسجلها في الرجاء ردا أفضل من بيرسي السبب واحد إن ردا عنده دقة تسديلات على المرمى أفضل من بيرسي تاو وردا عنده لعب برجلو اللي اتنين أفضل من بيرسي تاو وضيف على كل الكلام ده التفاهم اللي ما بينه وسامه ردا يعني شوف المباراة اللي هاتف لاتحد الهدف اللي بيقولك عليه وسامه هو بيسلم وبيعدل جسمه هو من غير ما يبص لعب الكرة شاء عارف ردا واقف فين التفاهم اللي ما بينهم ده ظهر برضو في مباراة أنا بس مش متذكر المباراة أعتقد كانت مباراة زد أعتقد إن هي كانت مباراة زد بس مش متذكر المباراة التجنس اللي ما بينهم إن أنا اللعيد من قبل ما يتحرك أنا المكان ده أنا عارف إن أنا لما هباصي المساحة دي بيشغلها ردا سليم فردا بالنسبة لي أفضل من بيرسي في الجزئية دي كمان لإن أمين بن حميدة بيدوم دايما على قلب الدفاع لما هيدوم على قلب الدفاع بيوم جاي مغطي مين غلال شعلان فدي محتاجة لعيب عنده مرونة كتكية يقدر إن هو يلعب لإن بيرسي تاو لعب خط بدليل إن بيرسي تاو لما لعب مهاجم ما قدمش المستوى اللي أنت مستنين منه لإن بيرسي تاو لعب فترة كبيرة مهاجم لما تحاول لجناح بقى أفضل بكتر بقى أفضل لها في القر وأضيف على ده كمان إنه ده ما كان ردا سليم المفضل بالزبط دي أهم جزئية أي يعني ردا صحيح كولر بيميل أكتر لتوظيفه كجناح شمال ساعات بيلجأ لي كورقة كجناح يمين لكن هو أصل ردا وأرقام ردا اللي خلت الأهل يفكر فيه عشان يكون موجود في السكواد و هداف الدور المريب من الحتة دي من الجناح اليمي بالزبط ومميزاته كمان مش سهل إنك تلاقي لعب يقدر لعب برجله الاتنين بنفس القر هو بيميل وشماله بساعات الناس يتلحب وساعاتها ممكن يعني لو اتفقنا على إنه ده خيار قدام مارس الكولر ساعاتها ممكن بيرسي تاو نفسه يبقى ورقة مفيدة جدا في شوط التاني أنت هيبقى عندك بيرسي تاو وإن شاء الله بإذن الله عبدالهدري إذا كان وجهة نظرك فكرة إنه البدني عند تاو مش أحسن حاجة دلوقتي ينزل يصنع هالفاق ينزل بعد ما يكون رضا يعني أنهى على الجبهة دي بدنيا فيقدر يبقى فعال ومنتج أكتر أنا عجبني طريقة التفكير أنا شايف إن دي الأفضل إن أنت تبدأ بيها لكن باقي التشكيل أنا شايف إنه هو نفس التشكيل يكمل أنا لو كان قبل المباراة حد قال إن عالي معلومة كانت صاحب المطش اللي فات في ديئة 80 كنت أقول لك لا المطش اللي جاي كريم الدبيس عشان ده مركزه لكن بعد المستوى اللي قدم ولو أحمد نبيل كوكا جاهز أعتقد هو اللي يكون أنسب لالحي أنا كنت أسألك كريم فهد قدم جيم كويس كريم الدبيس في اللحظات اللي غاب فيها علي قدم برضو أوراعة ماده أحمد نبيل كوكا تقلق جدا مع نادي الأهلي وأثبت وحجز مكان مع مارسل كولر ورجعت في بداية الحق النهاردة لأنه بدايته أساسا كتبك شمال فورت جدا يكون ورقة وإنت بالتأكيد في الحتة دي تعسبا لأي ظروف يعني أنت محتاج اسمين أو ثلاثة فمين الأقرب من وجهة نظرك أعتقد بعد مباراة الزهد يعني لو خلينا نقول للثلاثة جاهزين في النهاية أنا ما عارش طبعا في النهاية الكولر هو اللي بيقيم وهو اللي بيحدد مين الأجهز مين الفيت مين لقدر ينفذ الطريقة اللي هيلعب بيها أو الواجبات اللي هوا يكلفوا بيها في الجيم لكن لو خلينا نقول للثلاثة في نفس المستوى شايف مين أقرب للحتة دي أعتقد بعد المستوى اللي قدمه المباراة اللي فاتت فأعتقد كريم فؤاد لأن كريم فؤاد ببراح جاه على الخط بنفس اللي كان عند علي معلول مع الفارق طبعا في الخبرة وفارق أن ده مكان وكل الكلام ده وكريم فؤاد جاهب مع أمبي كمان قبل ما كان يجي الأهلك قبل على البكشمال وضيف على كده أن ليه بفضل على الاثنين مش فت مية في المية ولو حتى فت مية في المية أنا راجع من أصابة فيه شوية هو يعني بطبيعة الحال بطبيعة فطرية جدا هو ممكن يكون خاف على نفسه ببعض الأحيان في تدخلات معينة لكن كريم فؤاد لا نفس الكلام كريم الدباس أن المرة اللي فاتت كان برك قايمة في مباراة التراجي كان خارج القايمة اللي هي كانت قايمة الماتش فأنك تجيبه من بعيد قوي وتلعبه في فينال ما تمناش أنه تحصل زي ما حصلك مع حسين السيد في 2017 لما عليه معلوله تصاب ومرة واحدة بحسين السيد ولا أساسي فما تمناش الحاجات التي تحتلال فيه لعيب جاهز ولعيب لعيب مباراة وعارف المنافس بتاعه وعارف اللعب بتاعه أعطاك كريم فؤاد هو خط النص أنا وزي كتير من جمهور ندي الأهل بإن أنا محتاج أكرم ومروان عشان أأمن وعشان أساند خط دفاعي وعشان أدي شوية مساحة للظاهرين سواء هاني وكريم أو أي حد تاني يختاروا بمارس الكولر في أنهم ما يتحركوا فبالتالي مروان وأكرم يقدروا يعملوا البلوك ويقدر يغطوا طيران البكين الأظهرة وبين أن أنا محتاج حد مع أمام يعمل الزيادة الهجومية فيبقى الأهلي ليه شكل هجومي يبقى ملغبط شوية حسابات كاردوزو الدفاعية مش عارف القصة جاية له منهم فاهم لو مسكت إمام ممكن يبقى جانبه أفشى مثلاً عسابيني مثال فبالتالي شايف تركيبة خط النص عاملة إزاي وإيه اللي أقرب للبداية مع مارس الكولر أو إيه اللي أفضل من وجهة نظرك يعني أنا أعتقد أن نفس السلاسي سواء مروان أو أكرم أو إمام التلاتة التجانس اللي ما بينهم مهم جداً وزي ما قلت لك على كريم فؤاد أنا نفس المنافس ده ما كملتش أسبوع من مواجهته فهو هو نفس المنافس اللي واجه آه الضوافع مختلفة بسخد بالك وعي لعب جيم دفاعي معنا بقولك تلمات مختلفة أكبر بكثير جداً من الجيم بتاع رادس أكيد ما بقولك 100% بس هنا ساعتها إمام عشور اللي احنا نعرفه هيبان في موارزها دي لأن إمام عشور كان مكلب بواجبات دفاعية في شكل أكبر ليه كمان اللي اتنين دول هما اللي يشاركوا لأن أنا أنا لازم أأمن وسط الملعب علشان الجزئيل أنا اللي سمكلمك فيها من شوية بتاعة رودريجز رودريجز خروجه من منطقة الجزاء محتاج لعف وسط الملعب متفطن ليه جداً بجانب انضمام واحد من حسامة قاء أو يانساس أو غشة لمنطقة جزاء الأهلي محتاج رقابة لصيقهم من واحد في لعبة الوسط إن هو يروح معاه لكن أنا لو جذفت ولعبت بربعة واحد اتنين يعني مش بربعة تلاتة في نص الملعب هيبقى واحد كستة واتنين قدامه اللي هو أفشا وإمام عشور ما اعتقدش إن مرس الكولر تحديداً إن هو يعملها لسبب واحد إن ده واحد متمسك بأفكاره جداً وقال ده لفظاً في أكتر من تصريح وأكتر من مؤتمر صحفي بس بيفرق معاه في مرونة الأفكار يعني أنا مثلاً اللاعب رقم 8 ده يتحول لعشرة في بعض الأحيان ودي حصلت مع إمام عشور محمد مجدي أفشا هو أهم بديل داخل الأهلي وقد يكون داخل كل الأندية المصرية أعتقدش أستغل مثلاً مثلاً فكرة إنه إمام يبقى يبقى تمانية ويبقى أفشا عشرة يعني إمام بيقدر يعمل بوكس تو بوكس ويقدر يديك دفاعي وهجومي ممكن اختار جنبه مروان مثلاً وقفشا يبقى صاحب الأدوار الهجومية وإمام يبقى اللاعب اللي بيكمل وبيرتد برضو دفاعيان وسبت مروان يبقى مصمر خط 4-1-4-1 حسبها كده مثلاً أنا بالنسبة لي 4-1-4-1 في وجود أفشا ومروان أنا أتمنى أن أشوفها وإمام أتمنى أن أشوفها دايماً بس الجزئية دي في المباراة دي صعبة طب أخيراً وسريعاً جداً جون جاكن ده لحكم المباراة في عنوان أو في عنوان سريعة جداً ربنا يوصل ربنا يوصل أنا شايف أنه حكم جيد حكم من حكام اللي مش يعني زي ما بيقولوا كده برحة يعني مش مشموم في أفريقيا من حكام اللي فهم في حكام كده اتقال عليهم لفظاً كده الحكام اللي هو اللي ده حكم ملأ ملناش دعو به لكن ده حكم جيد حكم أنا وافق أنه يقدم مباراة كبيرة وإن شاء الله بإذن الله ما يكونش عبد الرحيم العرجون نوارتاً يكونش تاني نوارتاً حبيبي يا محمود شكراً عرجون دايماً بكرة يمكن هناخد بالحالات أكتر ونحاول نقرب من سيناريو المباراة نحاول نقرب من فكر مارسل كولر فكر ميجال كاردوزو وبإذن الله زي ما قال نادر إن شاء الله الرهنة على جماهير النادي لأهل كبير جداً في مواجهة السبت القادم بشهركم على المتابعة كل التحية لأهل ويا لتابعوا حلقة النهار ترجمة نانسي قنقر